الخطوات الخطوة الأولى قم بجس النبض السباتي ليس أكثر من عشر ثواني في حال غيابه أو الشك ابدأ بتمسيل الصدر أول شغلة منعملة نخبر حدا يجي يساعدنا ما تشتغل لحالك سواء كنت خارج المشفى أو داخل المشفى من جس النبض السباتي لا يستغرق أكثر من عشر ثواني في حال غيابه أو الشك بوجوده أنا مباشرة فين أبلش بالتمسيل طيب وين التمسيل بتم؟ تمسيل وين؟ عزم القص وين؟ تمام بالثلث السفلي من القص القص يقسم إلى ثلاث أثلاث في الثلث السفلي من القص أنا هون ببلش أضغط طيب الضغط طريقة تشبيك اليدين تشبيك اليدين بهالطريقة هاي لحتى أنت تضمن أنه أنت ضغطك تجي في محلة وحتى تتركز قوتك العضلية في الآتين سواء لازم يشبكوا بهالطريقة وينبلش نضغط على الثلث السفلي من القص طيب طريقة الضغط أنه أنت تضغط على الثلث السفلي القص تمام؟ المرفقين بشكل مستقيمين ما بتتنيهم الكتفين كمان ما بتحركوا تمام؟ بدي يكون مركز الكتفين أو ثقل جسمك والكتفين على إيديك نازلين في حيث أنت بدك تمسد الصدر أو تضغط على الصدر ثقل العضلات اللي في الكتف والمرفق كله رح ينزل على الإيد تحركك أنت فقط عن طريق مفصل الورك يعني أنت بدك تنزل وتطلع عن طريق مفصل الورك الكتفين أبداً ما بيتحركوا الإيدين بشكل مستقيمتين على الصدر تمام؟ فأنا عبتحرك هون شوه عن طريق مفصل الورك الإيدين أبداً ما بحركوا من محلهم لازم مركز الكتفين يتوافقوا مع الإيدين يعني بشكل مستقيم بحيث أنه أنا ثقل جسمي عم بضغطوا على الإيدين الإيدين رح تضغط على الصدر لأنه أنا لازم حقق عمق كافي بضغط الصدر عند البالغين تقريباً 5 سنتيمتر لازم أنا أنزل بالقص لحتى أضمن أنه يصير عندي هوني ضغط على عضلة القلب طيب حافظ على الزراعين باستقامة أثناء التمسيد العمق لازم يكون 2 إنش أو 5 سنتيمتر أنت بدك تنزل 5 سنتيمتر بمعدل كم ضغطة؟ بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة لا أكتر ولا أقل بين 100 والمئة وعشرين ضغطة في الدقيقة أزل الضغط عن الصدر بعد كل ضغطة لإعطاء فرصة لامتلاء القلب بمعنى أنا لازم أضغط مثل ما حكينا بشكل مستقيم طبعاً هذه الحكي رح تعلمون إن شاء الله باليوم الثالث تدريب عملي رح يكون في مدربين يتدربوكم الكتفين ثقل بركز الكتفين متوافقين مع المرفق ومتوافقين مع اليد بدي أضغط على الصدر أضغط بشكل مستقيم بدي أضغط بحيث أنه أنا ينزل عزم القصص 5 سنتيمتر وأرجع أتركه لا يطلع لحتى القلب يمتلى ما بدي يكون الضغط مستمر وما أسمح للعضلة القلبية بأنه تمتلى أنا هو ما استفدت شي فبدي أضغط وأرجع أرفع أيدي وأرجع أضغط بيكون في بين الضغطة والضغطة فواصل ليش لحتى تمتلى العضلة القلبية طيب هاي أنا الضغطات رح تكون 30 ضغطة مقابل تنفسين طيب أنا إذا بدي أطبق التنفسين عن طريق الفم تمام إذا فيه احتمالين إذا كان الشخص خارج المشفى ممكن بالبيت ممكن بالشارع ما في ماسك ممكن قماشي محرمة شاشة أي شي حطه إذا أنت ما بدك تنفخ فم لفم فبتحطه على الفم على فم وأنف المريض وبتنفخ فيه بيقودك تمام تنفسين خلال كل نفس تقريبا ثانية بس بيأخذ نفس قوي خلال ثانية بتنفخ بالفم إذا كان في عنا ماسك فالأمر محلول في علشان المهم كثير تحرير الفك السفلي لحتى أنت تحسين نطبق ماسك مظبوطة لا أنت لازم تفتح الفم بالحالة لازم تفتح الفم تشوف إذا في شي عسر يتطالعه أو إذا في حدا يساعدك بيكون أفضل ويطبق ماسك إذا كان أنا عندي احتمال إصابة عمود فقري رقبي فأنا هون ما بلجأ لإيمالة الرأس ورفع الزقن هاي الحركة نحن نعرفها ما هيك إنه إيمالة الرأس ورفع الزقن في حال رد أو حادث أو إصابة حربية المهم في أنا عندي شك لإصابة عمود فقري رقبي ما بلجأ لإيمالة الرأس ورفع الزقن إنما فقط دفع الفك السفلي نحو الأعلى والأمام إذا ما في عندي مشكلة بالعمود الفقري الرقبي مباشرة لأنه ممكن إيمالة الرأس ورفع الزقن تطبيق الماسك ونفخ تنفيختين أو أعطي نفسين كل نفس تقريبا ثانية وبعدين كفة ثلاثين اتنين ثلاثين تمسيدة نفسين ثلاثين تمسيدة نفسين هاي طريقة إيمالة الرأس ورفع الزقن إيمالة الرأس ورفع الزقن هاي في حال أنا ما عندي مشكلة بالعمود الفقر الرقبي إذا كان في عندي إصابة أو شك بأنه في عندي إصابة بالعمود الفقر الرقبي فأنا هون مباشرة فقط الفق السفلي برفعه أو بدفعه نحو الأعلى والأمام نحو الأعلى والأمام